أشهد صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنامي العلاقات البحرينية السودانية في ضوء تعزيز قنوات التواصل الثنائي بينهما على مختلف المستويات والتي أسهمت في فتح أفاق أوسع للتعاون المشترك وإيجاد المزيد من فرص الاستثمار بينهما خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيونية مؤكدا سموه أهمية تعزيز أطر التعاون والتكامل العربي بما ينعكس إجابا على مختلف سبل التنمية ومجالاتها في الدول العربية والمهوض باقتصاداتها ونوه سموه وحافظه الله لدى لقائها اليوم بقصر الإقضابية سعادة السيد عبد الرحمن خليل أحمد السفير الجديد لجمهورية السودان الشقيقة بدور السفراء في كلا البلدين وجهودهم الطيبة التي أكدت عمق الترابط الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين مرحبا سموه بساعدة السيد عبد الرحمن خليل أحمد والسلامه لمهام عمله الجديدة في المملكة متمني أن سموه له طيبة الإقامة في البحرين والتوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية وخلال اللقاء سعرض سموه مع السفير السوداني جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين وأبدأ سموه اعتزازه بالمواقف السودانية تجاه قضايا المنطقة ومشاركتها الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية والاستقرار في اليمن الشقيق من جانبه يعرب سعادة السفير السوداني عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعن شكره وتقديره لما أبداه سموه من اهتمام وتطلع نحو دعم العلاقات البحرينية السودانية تأكيدا لما تحظى به هذه العلاقة من مكانة طيبة لدى البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة